في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حارصت الوزارة على توجيه مأموريات لعدد من دور رعاية الأيتام وذو الهمم وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأطحى المبارك وتخللت تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم قصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وليها ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس الجمهورية حرصت الوزارة على توجيه مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وزو الهمم والمسنين وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأطحى المبارك أنا موجود في وسط الخل لي طاولي مجهود وحظ الحلوكم بينكم ولي وجود نحن نهارده مبسوطين جداً بتشريف ضباط من المزارة الداخلية لينا وهم عاموا بتوزيع ملابس ولعب على الأطفال والأطفال مبسوطين جداً نحن مبسوطين والزباط جاه توداناً على هداية هدوم الزاب الزداني مسدس وهدوم وأنا مبسوط وكل سنة مطاعة تخلل تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبيرين في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم فجئنا بالزيارة طيبة من وزارة الداخلية بتاويهات من فخامة الريس للمعيدة على المرضى وتقديم الهدايا ليهم وكان حدث طيب أدخل السرور على المرضى وفرحانة بزيارتكم فعلاً والله جد بفرحان بيهم وأشكركم والله على الزيارة الجميلة وعلى زوءكم بله يبرك لكم يا رب ويبرك لسيادة الرئيس لبعطوا لنا سلام وطهيراً وشكراً جزيلاً لكم وانتوا طيبين وبخير وسعادة ربنا يا رب كده يجي على مصر دايماً بخير وسعادة يا رب إن شاء الله عندي أمن فيكم وبيكم نبني عزيبة وعمل إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة مش بس غن وده نور جديد بدايته بنا وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية هذه الزيارات تأكيداً على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزاً لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات أنا موقوف جابوا لعبوا هدايا للأطفال في وحدة علاج اليوم الواحد وده شيء شأنه أنه هو يعني بيفرح الأطفال وبيبسطهم نشكر روزارة الداخلية على الاهتمام وأنه هما بيجوا دامان يفرح الأطفال وبيبسطهم ما بينسوناشاً انبسطة جداً بالهدايا شكراً جداً وكراً صغيراً المعارضة السباكو والدولة دي شلعية سلام طب يا ريز بابا بصري الأمان ده مش مجرد شعار لكن حقيقة وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وليها ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه الأطفال والمرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها المجتمعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار أنا الإنسان أنا موجود